إيه هي الحياة الصحية؟ وهل هي فعلا قرار ولا لأ؟ الحياة الصحية طبعا قرار وبعدين إيه هي الحياة الصحية؟ يعني أنا دلوقتي يا هذير لو جيت تسألت واحد صحيتك إيه صحيتي مية مية طب عندك إمساك إهاء على طول حسب الإمساك ودي أنا على طول متعصب د أنا فتران مساقعة مقلية ده يبقى أنت مش عيش حياة صحية إنت ربنا كرمك دلوقتي حياتك صحية بس الحياة دي هتقدي بيك الحياة صحية ولا هتقدي المشاكل والسمنة وحتى لو السمنة مش باينة هتقدي الكوليسترول لقدر الله جلطات فهي دي الحياة الصحية مش ان انا دلوقتي صحياتي كويسة لا ان انا قدام مش هيجرى لي حاجة انا عايشة بطريقة صحية وطبعا كله بامر الله في الاخر يعني مقصود ان احنا نبقى متابعين نفسنا اول باول ونتأكد ان حياتنا صحية ولا ايه لا ان انا عاداتي تبقى صحية ولا ترموا بقى يديكم الى التهلق انا ما مشيش اتخدع ان انا في تلاتيناتي وعشريناتي مش تخنان وقعدة كل زبدة وسمنة ويجي لقدر الله يجيلي جلطات لما اكبر داجل بالنسبة لناس الرفيعين بالنسبة لناس التخان فينا استطورك اصل الاكل بيخسلني من جو انا مش متدايق اشكل عجبني لا ما فيش حاجة اسمعها كده في حاجة اسمعها ان الطريقة تلعيشها دي هتقدي ان انا اتعب ان انا ابقى طالع السلم حاسس بيخشونا في رجبتي ان انا ااااا الدم بتاعي لقدر الله يتقل اتحصالي اي مشاكل صحية كلها بتبقى بسبب طريقة التغذية والسترس والتوتر حلوة قوي نقطة دي يا دكتور غيدة ان احنا بنبني القدام يعني مش ويحنا صغيرين نعمل اللي احنا عايزين ورما نكبر بقى نبدأ نفتكر الحياة الصحية وده اللي خلى منظمة الصحة العالمية دكتور غيدة غيرت مفهومها عن الصحة والوزن والشكل المثالي من انه ان انا اعيش في وزن معين برقم معين وبقى دلوقتي ان الوزن المثالي او الشكل المثالي ان انا اكون الوزني مع متناسب مع صحيتي اكون من غير امراض ما عنديش اي امراض يا ممكن اكون عندي 60 كيلو بس انا عندي كوليستيرول عالي طيب محرك قلتي وبقى نهج وانا اطلع السلم وعندي مشاكل كتير ومن هنا بقى حيجي السؤال اللي هو طيب هي الحياة الصحية اكل وشرب بس ان انا حافظ على اكل وشرب بس ولا الحياة الصحية اليوم مكونات تانية بصي الحياة الصحية الاكل وشرب مهم جدا انا لو عايز اخس 80% اكل وشرب و20% حركة ورياض بس في نفس الوقت ده الطبق اللي انا شايفاه بعناي لكن فيه طبق بقى تاني اللي بيغزي روحي اللي هو انا متوترة انا على طول قلقانة وده بيسبب ان هرمونات الجوع تطلع الجسمي ما بيحرقش كويس مهما عملت دايت مزبوط فلازم اهتم بكل حاجة انا مش معدى بس انا مش بق بيأكل بس انا انسان اهتمي بنفسي وفيه ستات كتير قوي بيقولوا انا مش هحط نفسي اولوية اصل الولاد قصلا عايش عشان الولاد وما يبصوش قدام المرايا بكل ستات مش ستات حظة صغيرين دكتور غيدة انت هي هلت كوتش اعرفي بقى الناس اكتر يعني ايه هلت كوتش لان اجابتك كانت محسيني فعلا بفكرة انه نربط بين حالتنا النفسية وبين الاكل مظبوط بصي هقولك على حاجة انا قبل ما اخش الجامعة حتى وانا من وانا في المدرسة بحاول اهتم بجسمي جدا وعندي ورق دايت يمكن محطوط على التلاجة زي زي ستات مصر كلهم حقيقي بقى ان انتي مش محتاجة يعني بس خلي على طول تستين في الولادة ستات مصر تلاقي ورق دايت عندهم بس بنلتزم عليه عامين زي اليو يو كده نخس ونرجع نخس ونرجع طب ايه الحل اللي ما انا عايز اعرف عايز اعيش حياة سحية عايز اشوف الموضوع بطريقة شاملة اكتر هو دا اللي شجعني ان انا ادرس الهيلث كوتشين وان انا فعلا انا مش بق ومعدة انا كيان انا دلوقتي متوترة الانا لازم احل الموضوع دا قبل ما احط بلاستر عالجار هو احل اكلي احل بكل حاجة اللي بتعورني اصلا هي اللي انا احلها حلوة اوية يا دكتور غيدة